حسين علي التحق بتدريبات هيرينفين الهولندي بعد اقتتام اجازته لينظم الى زميلة دانيلو السعيد وايضا رومان دولاتش يا شباب ينتقل رسميا الى نادي رود الهولندي بالدرجة الاولى وعدنا حارس محترف عملاق سيخدم العراق قادم الايام طبعا راح احجي لكم عنا بالتفاصيل وعدنا عن الحمادية للقبل قليل الطقم الخاص والجديد لنادي ابسويتشتاون وعدنا هواي اخبار مهمة يا شباب راح نحكيهن بالتفاصيل تابع الفيديو حتى نايا حتى توصلكم كل الاخبار ان شاء الله اول باول السلام عليكم حبايب قلبي انا رضا حبيب حياكم الله وبدون ما نطول بالمقدمة ندخل مباشرة لاول خبر احسين علي يا شباب كان باجازة وحاليا عاد الى فريق الاستعداد للموسم القادم ان شاء الله احسين علي ودانيل سعد ينتظرهم موسم قوي بالدور الهولندي نتمنى مشاهدتهم بكل مباراة بشكل اساسي انا متأكد دانيل له حجز مكانه بالفريق لعب على طراز عالي والمدرب يعرف دانيل لوزين اما حسين علي الحمدلله يشاركوا هواي اساسي مع الفريق بالدور الهولندي ومشاهدناه هواي بالموسم السابق احنا نريدهم يستمرون باللعب حتى يكونون على اتم جاهزية باي وقت يستدعيهم كاساس للمنتخب الوطني ورانا تصفيات نهائية مهمة والطريقة طويل قدامنا يا شباب لا سامح الله اللاعبين معرضين لكلش احتمال تكون عندنا اصابة عند لاعب او لاعبين كاساس ما راح يحير عند لاعبين لا يقل اداءهم عن الاساسيين كاساس الحمدلله عودنا على هاي الحالة ما حد يعرف اي لاعب موجود بالقائمة واي لاعب اساسي بالتشكيلة يعني الشغل كلش حلي جاي يسوي المدرب خصص كاساس عاشت اذا واخيرا يا شباب نادي رودا الهولندية اللي ينتعاقده مع مدافع شالكة الالماني رومان دولاتش رودا يشارك في الدور الدرجة الاولى الهولند دولاتش يا شباب لعب لشباب العراق تحت قيادة عماد محمد لاعب جدا موهوب وعنده يا شباب بونية جسمانية رغم زغر سنة قبل كلها تقول دولاتش دورية او فريقة ضعيف ومنها القبيل حاليا انتقل لدور الدرجة الاولى الهولند وهو حتى افضل من دوري نجوم العراق خلي نكون صريحين فاللاعب ان شاء الله راح يستفاد من خلال هاي التجربة ان شاء الله يتميز ويصعد للمنتز ومو صعب دولاتش لاعب موهوب ومميز وبعد صغير يا شباب اللاعب بعد شاب وما عليا نظره وما يلعب بكثرة وفريقة سعبة فصعب يا شباب يخطف الانظار ويكون لعب باحد الدوريات الكبيرة او الدوريات الممتازة فصعب جدا لان دولاتش لاعب شاب وما عند اللعب هواي فريقة ولا فريقة اصلا بالفريق المعروف وما عليا نظره قوية من بقية الاندية والدوريات فاني متأكد يا شباب راح يكون من ضمن افضل اللاعبين العراقيين المحترفين باقرب وقت احنا نتمنى لطبعا كل الخير وطفرة حلوة للدرجة الاولى الهولندي ومو صعب قادم الايام يكون باحد الدوريات الممتازة الكل تذكر على الحمادي قبل سنتين وين بالدرجة الخامسة يا حبيبي بالدرجة الخامسة الانجليز وهذا سويا بالبريمر ليك الله يزيد خيره وبرك ان شاء الله وعيوننا باردة علي فيا شباب دولاتش لاعب موهوب واني متأكد كاساس راح يعتمد على الشباب بالمنتخب الوطني بالفترة القادمة واشوف ادم ودولاتش قريبين جدا للانضمام للمنتخب الوطني وخصوصا حاليا ما نملك دفاع بالمنتخب نعتمد علي نقدر نعتمد على هاي الشباب ان شاء الله وعدهم تجارب بالمنتخب الشباب ووحدة من التجارب كأس العالم للشباب واحتكاكم مع المنتخبات العالمية فهي خطوة مهمة جدا يا شباب يا شباب العراق راح يكون لديه حارس عملاق ومحترف بأقوى دوريات العالم عسى كل راح تسألني منه يرضى باعي يا حبيبي زكريا هادي صاحب الاثمنطعة السنة متخيلين عمر الحارس يا شباب لو مو بسيش تعالوا نشوف وين يلعب هو حارس فريق براتفورد الانجليز الذي يلعب في دور الدرجة الثالثة الانجليز وكان قريب جدا من التأهل للدرجة الثانية الانجليز زكريا يا شباب يتمتع بطول بارع يبلغ 198 سنتيمتر والنادي وجد به المواصفات الممتازة كي يتم ترحيل من الشباب الى الرديف والى الخط الاول حاليا حارس مبدع يا شباب ولو مو مبدع ما يترحل من الشباب للرديف وبعدها مباشرة للفريق الاول طبعا في كأس العالم 2026 سيكون عمره 20 سنة ومن الان هو محاط انظار اندي اخرى بسبب مميزات جسدية والفنية الاندي تنظر لها بسبب طول قامته شباب يملك جسيم مميز جدا لحراسة المرمى احنا حاليا للامانة ما عدنا حارس شاب جيد من عدى علي كاظم وحسين حسن حارس الأولمبي حتى جلال متراجع أداء ومحمد حميد نفس الشي متراجع أداء وأحمد باسم ايضا متراجع أداء بشكل كبير والكل لاحظ هذا الشي حاليا عدنا علي كاظم وحسين حسن فقط طبعا رح يعتمد عليهم ان شاء الله كأساس قادم الأيام حبينا النوح عدنا الحارس زكريا شاب ويعتمد علي ان شاء الله قادم الأيام ويكون جاهز لخدمة المنتخبات الوطنية سوى أولمبي او شباب او حتى المنتخب الأول وعدنا علي الحماد يا شباب يظهر مرتدي عن الطقم الجديد لنادي أبسويتش تاوني الموسم الجديد أمام الإعلام مثل ما تعرفون علي الحماد الآن بالمعسكر التدريبي للفريق بالنمس وإن شاء الله يكون جاهز هاي الأيام ليدخل الدولة الإنجليز جاهز 100% طبعا كل الجماهير العراقية تعول علي خير إن شاء الله حتى اللحظة علي ما مشترك بالتدريبات الرياضية مجرد تدريبات بالقاعات الرياضية حتى يستعيد الاستشفاء شوي شوي وأيضا كرين ماكينة يا شباب المدرب متمسك بعله رفض ينطيل أي نادي رادة إعارة للشاب يونشيب وهذا الشي حلو جدا عله لاعب شاب مهم عند أبسويتش تاون ومحبوب عند المدرب والإدارة ومتحمسين جدا حتى نشوف أول لاعب عراقي بالبريمان ليك يا رب كل التوفيق إن شاء الله موسم مليء بالإنجازات بس الشباب لحدش بيناتنا إدرسهم عالمي المهم يا شباب عندنا قيفين يا عقوب يظهر مهاراته في هذا المقطع الذي نشره حسابي النادي وعنوان عليه صاحب إرادة ولعيب قيفين يا شباب حاليا مع فريقه أيضا يشتغل على التدريبات الرياضية الخاصة بالاستشفاء بس إحنا ننتظر ونشوف عودة قيفين للملاعب بشكل رسم وإن شاء الله يجهز قبل الشهر التاسع ويكون جاهز لخدمة المنتخب الوطن وضروري جدا لاعب مثل قيفين لازم يكون موجود بالمنتخب طبعا الكل لاعبين المحترفون حاليا الشباب عدوا معسكرات ومباريات ودية الكل بدون استثناء فراح يكونون جاهزين بشكل كبير الشهر التاسع وهاي راح تفيد كأساس ولهل سبب سوى معسكر فقط للمحلين هاي الأيام راح يكون المعسكر وأكثر شيء المعسكر راح يكون بدولة قطر في الدوحة على أساس انه يكون بالبصرة بس حتى الآن ما مختارين بس الأقرب شيء يكون بالدوحة حتى ياخذ أفضل لاعبين موجودين بالدور العراق وبشكل كبير أنا أشوف محمد قاسم وقوقية أول الحاضرين بالمعسكر التدريب لنا يا شباب أصنى النهاية جميع أخبار منتخباتنا الوطنية ولاعبيننا أتمنى ذا أول مرة تشوف نترك بالقناة وتدعمني باللايك تجريع لنستمر أكثر وأكثر أشوفكم في فيديو خبر جديد مع السلامة ترجمة نانسي قنقر